أهلا بكم عزيزات الله وطالبات الصف الثالث الإعدادي إن شاء الله النهاردة هنخلص مع بعض يونيت 1 الواحدة الأولى وحن لها الدروس بترتيب في قائمة التشغيل خاصة بالصف الثالث الإعدادي ترم أول نرى الكلمات مع بعض يرتب كبري أو قسر مغلق دي صفة يغلق مغلق عكسها نهائي يعني مهذب بصفة لكن كظرف كأدفر بمعنى بشكل مهذب أو بأدب طريقة مهذبة يقترح الإسم منها أو النوم من كيف من الفرب سجست سجست سجستشن سجست يقترح سجستشن اقتراح سوينينج بول حمام سباحة سوينينج بول ذن إذن أو ثم بعد ذلك ذن أدفرد إعلان أو يعلن كفرب أو كناون أدفرد أدفرد بروتشر منشور بروتشر سينشري سينشري قرن اللي هو مئة سنة سينشري التي يو تش غاردنر كيمة غاردن حديقة خاصة غاردنر جنيني غاردنر إنفايت يعزم إنفايت يعزم أو يدعو حنزود لها آي أو إن بدل إي حتكون إنفتيشن دعوة أو عزومة إنفايت إنفتيشن جولري مجوهرات جولري جولري السمع مقاطع جولري مجوهرات خدايف خدايف هو الخداوي خدايف ماب خريطة نيربي مجاور أو قريب نيربي نووير نووير لا مكان نووير أولاين ريفيو نقد عبر الإنترنت أولاين ريفيو نقد ربما بوتري بوتري فخار أو أواني فخارية بوتري بريفير يفضل بريفير بروتكت يحمي بروتكت بروتكت بونكتويتشن علامات ترقيم عرفينها من زمان بونكتويتشن ريزن سبب ريزن مش ريزن ريزن شير يشارك بدأ حرف جاري ويذ شير ويذ كلمات أخرى أكتيفتي نشاط أكتيفتي أبلغ الفارد دو دو أكتيفتي كون برزيشن كون برزيشن محاذفة كون بر سيشن محاذفة دس خيب يصف دس خيب دس خيب يصف الفعل فيل بمعنى يشعر بي مشاعر غير متأكد غير غير أراء أبينيونز مش أبينيونز أبينيونز يعني أراء رول بلي يقوم بلاعب الأدوار رول بلي أو تبادل الأدوار رول بلي عنوان أدريس أدريس بمعنى فستان لكن أدريس عنوان بعد ذلك بعد ذلك لأن كافي مقهى يراجع أو يتأكد تشك الدقي دقي طبعا أو الأرمان حدقة الأرمان حقائق فاكتس مشهور دي صفة مشهور برضو صفة صفة رائح فانتاسك فلاور زهرة فرنش فرنسي هنا ف كابيتل عشان الجنسيات تبدأ بحرف كابيتل جوردن حديقة خاصة جيزة الجيزة تاريخ ليك بحيرة حتسو بيوتيفول أو بيوتيفول أو أتراكتيف يعني جميل سو بيوتيفول جميل ماسك القناع أو الكمام ماسك المسك مفقود ميوزيوم متحف ميوزيوم بورق حديقة عامة بورتنر بورتنر شريك أو رفيق بلانت نبات أو يزرع كفعل يزرع كاسم نبات بلانت ردي مستعد أو جاهز لي سبيلينج الهجاء سوبرماركت السوبرماركت وبعد كده يا شباب لانجوش إكسبريشنز تعبيرات لغوية جيف أن أنسر يعطي رد يعطي إجابة جيف أن أنسر وطبعا جيف أو جيف أو جيف حسب زمن الجملة يعني يتخذ قرار يصنع قرار وطبعا أو أو حسب زمن الجملة كم أبلها الفعل يعني يعني يقدم اقتراحات يقدم اقتراحات respond بمعنى يستجيب الاقتراحات respond to respond to يستجيب الاقتراح أو يرد على الاقتراح respond to respond to from all over من كل أنحاء لما أقول مثلا من كل أنحاء مصر أقول from all over من كل أنحاء العالم from all over the world get married يتزوج get married get married get there يصل إلى هناك get there يصل إلى هناك get أو طبعا gets أو getting أو got حسب زمن الجملة go there دائما نعرفين انه go to يذهب إلى go to وبرضو get to يذهب إلى لكن مع there ما فيش حرف جارة قبل كلمة there يعني get there على طول من جارة to go there من جارة برضو حرف جارة to make الفائل make ليه كذا معنى حسب اللي بعد منها وإحنا قلنا make من شوية make ما نتخذ يتخذ أواصل قرار make lunch يعني يعني يعد يحضر يجهز make lunch make شور يتأكد plant a forest يزرع غابة plant a forest take a boat on the lake يأخذ قاربا في البحيرة take a boat on the lake there is lots to see هناك كثير لتراح there is lots to see prepositions حروف جارة ده جزء مهم جدا شباب نركز فيه agree يتفق agree with يتفق مع يعني لا يتفق مع agree with طبعا بيكون بعد كده شخص agree with احمد agree with you agree with my friend تمام اتفق ولا يتفق مع شخص agree on يوافق على agree with يتفق مع هنا بعدهم يكون اسم شخص شخص لكن agree on يوافق على شي مثلا لموه agree on activity an activity يوافق على نشاط معين agree on a suggestion يوافق على اكتراح تمام agree on يوافق على شي arrange to يرتب لي arrange to buy the bridge بقوار الكبر هنا buy بمعنى بقوار يعني beside next to different from مختلف عن different from different from go on a ferry ياثب في معدية أو ياثب بالمعدية go on go on a ferry invite to يدعو إلى invite to يدعو على يعزم على أو يدعو إلى invite to my birthday party أدعو أو أعزم على حفرة عيد ميلادي invite to meet up يتقابل meet up on the river في وندعو ايها apostrophe d يعني would prefer بعدين to بعدين الفعل في المصدر الفعل بدون أي اضافات يعني اي would prefer to go أنا وفضل الذهاب مثلا إلى مكان معين اتا كافي دايما الأماكن الصغيرة المحدودة العامة الأماكن العامة زي سكول لائبر آه كافي الحاجات دي عبلها حرف جر اتا كافي في المقهى مطقر مطقر قريب حرف جر اتا اكتشف فول لانش الواجبات أبلغو حرف جر او حرف جر اتا قلنا في اول درسين قلنا يعني على وقت الغداء لكن على الواجبة يعني الحاجة اللي بقولها أو حقولها على الغداء فول لانش فور دينر وهكذا فورمز او 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 ممكن اقول types of او kinds of انواع لي فورمز او مثلا فورمز of transport انواع النقل learn about مش about near بالقرب من near on the lake في البحيرة on the lake on weekdays في ايام الاسبوع on weekdays reply to reply to يرد على reply to اخدم شوية respond برضو respond to reply to يرد على round حول round حول send to send to يرسل الى thank you for شكرا على walk around يمشي حول walk around الكلمة عقسها words and opposites كلمة agree agree يوافق disagree لا يوافق agree disagree يوافق يرفض تمام indoors outdoors داخل المبنى او خارج المبنى indoors outdoors inside outside بالداخل بالخارج وحنعرف الشباب بعد شوء الفارئ بين indoors outdoors inside outside careful حريص careful حريص عقسها careless مهم careful careless حريص مهم closed open مغلق مفتوح closed open comfortable comfortable يعني مريح عقسها uncomfortable غير مريح comfortable عقسها uncomfortable important عقسها unimportant هام وغير هام الفرق بين indoors outdoors indoor outdoor مبدئيا indoor outdoor داخلي وخارجي دول لازم بعدهم noun لازم بعدهم ايه اسم يبقى الفرق الوحيد الفرق الاساسي بين indoor outdoor و indoors outdoors انه indoor outdoor لازم 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 بعدهم اسم يعني لو في عندك نقطة choose وفي بعد النقط noun اسم يعني game sport اي اسم يبقى اخطره اما indoor او outdoor لو الكلام او الجملة فيها حاجة نشاط بتعمل داخل مبنى او اندور النشاط خارج المبنى يبقى outdoor تمام طوالما في اسم بعد النقط يبقى او outdoor داخلي وخارجي اما لو ما فيش اسم حوليه indoors outdoors سهلة جدا شوف هنا شباب انشطة الانشطة outdoor games الالعاب activities و games دولا اسم يبقى ايه outdoor ou indoor تاني outdoor indoor داخلي وخارجي لازم بعضهم اسم هنا activities انشطة games العاب دولا اسم فبالتالي قبلهم outdoor ou indoor لكن في الامثلة ذي شباب هنلاقي outdoors مفيش بعضهم اسم انا احب القراءة بالخارج هو يقضي وقته بالداخل امام اذا outdoors دولا مستحيل بعضهم اسم في بعض الكلمات بعض النعوز مش ابلا حرف قر لمقول يصل الى المدرسة arrive at school يذهب الى السينما go to the cinema at او to قبل الاماكن ديت لكن مع كلمة home here there somewhere مفيش حروف قر قبلهم يعني arrive home على طول من غير at go somewhere من غير to احنا عرفين go to يذهب الى go somewhere على طول وينت اصلها go وفرد go to there او went to there قالك لا مع there ما فيش حرف قر went there or go there here come مفروض بعدها to يأتي الى لكن مع here او اي كلمة من دولة هقول come we come home come here come there come somewhere choose اختر the children played today طبعا هنا اختار outdoors indoors outdoor indoor الاول اللي بصها لبعض النقط لو في عندنا بعض النقط في noun اسم اختاري اما indoor او outdoor نبص كده today دي مش اسم مش noun تمام اذن هاختاري اما outdoors او indoors بالخارج او بالداخل حنكمل بقى جملة عشان نعرف الكلمة المناسبة it was very hot outside الجو حر برا اذا حيلعبوا فين حيلعبوا indoors بالداخل they are building air over the lake to help people cross the lake هم يبنوا اعلى البحيرة عشان يساعد الناس في عبور البحيرة ايوه number three i read about hergada and its interesting places اقرأ عن الغرداء واماكنها الشيقة اقرأ تذكره تيكت diary مفكرة poem قصيدة ولا procher ايوه procher منشور the poor man الرجل الفقير has to live in has nothing nowhere none somewhere الرجل اللي غاني ما عندوش مكان يسكن في nowhere we have who plants some trees in our garden احنا عندنا gardener جنيني cook طباخ singer مغني waiter garçon بيعمله plants يزرع اللي هو gardener جنيني او البستاني be careful in that shop احترس في هذا المحل it sells لأنه بيبيعه بيبيع which breaks easily حاجات تتكسر بسهولة ايوه اكيد potry اوان فخرية the two women had very different المرأتان لديهم اي مختلف عندهم اي مختلف about that book بخصوص هذا الكتاب اكيد عندهم وجه نظر تمام objects figures opinions masks ايوه opinions وقهات نظر او اراء مختلفة my friends angry words hurt my كلمات صديقي الغاضبة قرحت قرحت ايه my feelings opinions activities forms feelings مشاعري i cannot i cannot i cannot i cannot a decision قلنا كم decision القرار يتخذ قرار يصنع قرار الفعل مك ten did you hear that decision from your father هل سمعت القرار من ابيك he will not talk about that again هو لن يتكلم في هذا الموضوع مرة اخرى قرار نهائي final او اغري with بعد اه شخص اغري on اه شيء مشروع او فكرة اكتراه هنا اديت اديت يعني معاد يبا حقول on اي got full marks انا حصلت على الدرجات الكبرى in the test الاختبار ايه الاختبار spelling listening reading كله مع تست ينفع حنكمل باقي الجملة اي روت all the words correctly انا كتبت كل الكلمات بشكل صحيح يبا قولي اقول spelling the office اما هنا test spring test الاختبار الهجاء اختبار الهجاء the office is at the week end nobody is there at the time المكتب في نهاية الاسبوع ما فيش حدي موجود هناك في الوقت ده اكيد closed مغلق they decided to هم قرروا go ايه go افري قلنا كيمة فري من شوية يعني بالمعدية بحرف gary on we must sure كيمة شور ابلغ الفعل make make sure يتأكد the whole family كل الاسرة sat for dinner كل الاسرة جلست مع بعضها together come on هيا wake up السيقز يا بودي بودي يعني يا بودي breakfast is الفطار اكيد ready جاهز mother has some beautiful which she got from her mother when she got married امي رديها ايه جميل هي حصلت عليها من والدتها في او عندما تزوجت اكيد جالري مجوهرات thanks for your kind شكرا على invitation invention production pollution but i can't come مش هادة راجي because i am too busy لاني مشغول جدا شكرا عليه على invitation دعوتك seven i met my friends انا قبلت اصدقائي the bridge yesterday then we took a ferry to cross the lake قبلت اصدقائي bridge الكبري يعني بجانب الكبري يبقى by the bridge بجوار أو بجانب there are flowers in the mountains no one grows them يوجد ورد في القبل مفيش حد بزراهم home farm pit wild ايوه wild ورد بري that is more peaceful than the city يكون اكثر هدوءا من المدينة اللي هو ايه the country الريف هشام was born in 1981 هشام ورد في 1881 which was الكلام ده كان امتى the last century القرن الماضي each student كل طالب has to do many as schools only do أو commit activities أبدال فعل do يقوم بأنشطة عديدة في المدرسة my secretary will find you يعني سيكريتاري بتاعتي ستتصل بك to for a meeting to advert share discuss arrange أي arrange ترتيب المعاد أو اللقاء أو الاجتماع I think you will find these questions أعتقد أنك ستجد هذه المساند more than those أكيد more comfortable أكثر أكثر راحة عشان كده you will be happy سوف تكون سعيد we lots of decisions came a decisions أبدال فعل make make decision يتقذ قرار هنتعلم زي نعمل suggestion making and responding to suggestions تقديم والرد على الاقتراحات عشان أقدم اقتراح أعمل اقتراح أقول would you like to بعدين الفعل في المصدر would you like to meet up tomorrow هل تود أن تقابل غدا الاجابة الاجابة أو الرد سأقول that would be great هذا سوف يكون عظيما لو انت فاضي لو مش فاضي عاوز تعتذر أقول I'm sorry آسف I can't عشان I'm busy أنا مشغول would you like to do that هل تود القيام بذلك that sounds like a great idea that sounds like a great idea يعني تبدو فكرة رائعة I'd love to ود ذلك أو ممكن في الاقتراح أقول بمدية shall we go to the park then هل نذهب الحديقة إذن طبعا shall we بعد الفعل في المصدر would you like to بعد الفعل في المصدر shall we go to the park هل نذهب بالحديقة العامة إذن للرد على الاقتراح ده أقول I would prefer to أنا أود الذهاب إلى somewhere indoors مكان إيه مكان بالداخل مكان داخل مبنى يعني مش عايز مكان مفتوح مكان مغلق ما نصح shall we go to the park هل نذهب إلى الحديقة العامة I would prefer to go somewhere indoors أنا أود الذهاب لمكان داخلي why don't you نفس الكلام ده صغيرة اقتراح بعد الفعل في المصدر come why don't you come to my house لما لا تأتي للمنزلي لماذا تجيش عند البيت I'm not sure لست متأكدا تمام لو الفكرة عجبتك هتقول هي هتقول that would be great أو great idea أو good idea أو why not why not يعني لماذا لا ليه لا لإقتراح هنأقول how about أو what about الاتنين نفس المعنى ما رأيك ماذا عن how about واتبا بعد من فعل فيه ing verb plus ing أو is noun how about going to the museum أو how about the museum بس للرد على كلام ده أقول هقول that would be nice أو هقول wonderful أو great أو fantastic أو ممكن نقول الاقتراح ده we could وبعدين الفعل في المصدر حسب الاقتراح هقوله هنا we could go to the museum cafe for lunch يمكن أن نذهب إلى المتحف للغداء في الرد هقول it would be nice to play computer game would be nice to المصدر برضو سيكون من الأفضل أن نلعب ألعاب كمبيوتر نركز في القمة دي it would be be له am is are would بعدها المصدر am is are مصدرهم أصلهم be it would be nice to nice to but didn't fail في مصدر play complete the dialogue أكمل الحوار between دينا and سالي دينا invite سالي to go to the swimming pool دينا تدعو سالي للذهاب إلى حمام السباحة دينا بتقول would you like to meet up tomorrow سالي هل ترغبين هل تودي حبة يعني أن نتقابل غدا يا سالي سالي بتقول that would be great دينا هنا موافقة على الفكرة على الاقتراح هذا سيكون رائع يا دينا هنا في سؤال يتسأل في الرد بتقول لها كلام بعدين I think it will be a bit cold أعتقد أنه سيكون برد قليلا إيه بارتلاها هي أتلاها في الكلام هنا اقتراح تقتراح الذهاب إلى السويمين بول هتلاها هي how about going to قلنا how about يا إما بعدها فعل في عن جي وبعدها اسم نون يا إما أقول how about going to the swimming pool أو how about the swimming pool بس ما رأيك في الذهاب إلى حمام السباحة هنا قالت إيه I disagree لا أوافق لي I think it will be a bit cold أو حقول I am not sure لستم متأكدة I disagree أو I am not sure ليه أتلاه إيه I would prefer طالما قالك would يبقى prefer to المصدر I would prefer to go out أنا أفضل الذهاب للخارج شو معنى go out ليه خارجا عشان بعد كده بتقول لها سؤال أخر the park الحديقة يبقى بتقول لها أنا أفضل الذهاب خارجا هنا بتقول لها اقتراح معين أخر كيمة park الحديقة why don't we لما لا نذهب why don't we go to the park لما لا نذهب إلى الحديقة بتقول لها I'm not sure لست متأكدة I want something new عوزة شيء حاجة جديدة أقرب حاجة جديدة would you like to go on a ferry on the river هل ترغب في هل تودي أن نذهب بالمعدية في النهر yes I'd love to نعم أحب ذلك why don't we meet by the bridge لما لا نتقابل بالقرب أو بجوار الكبري أو الجسر that's a good idea هذه فكرة رائعة write what she would say in each of the following situations اكتب اكتب ستقوله في هذه المواقف أول موقف صحبك يقترح أن تنضم إلى مركز رياضي سويا معاه يعني suggest something else يعني أنت اقترح عليه حاجة تانية هتقول هيا نلتحق بالجم أو هقول لماذا لا نلتحق بالجم امام هل ترغب أن نلتحق بالجم أي صغة فيهم كل صح نمبر اترغب أو تود في أن تشاهد التلفزيون هتقول أنا أفضل أن نشاهد التلفزيون تمام صحبك اقترح الذهاب للسينما النهاردة اليوم لكن تعتذر بأدب هتقول في الاعتذار مش هقدر عشان مش 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 هتقول يسجس going to to spend the summer ready أنت تقترح الذهاب اسكندرية لقضاء الأجازة الصيفية هتقول لماذا لا نذهب باسكندرية ممكن تكمل لقضاء الأجازة الصيفية 5 you invite your friend to go shopping with you أنت تدعو صديقك للذهاب للشوبين تسوق معك هتقول would you like to go shopping with me هل ترغب هل تود في الذهاب إلى الشوبين تسوق معي your friend suggests playing video games صحبك يقترح عليك لعب video games tonight هذه الليلة add his home في منزله but you are busy هتقول ايه طب هترفض بادب هتقول انا مشغول جدا موسيقى 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 موسيقى